أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين أدركت مبكرا أن أي تطور وتقدم حضاري محوره دائما للإنسان لذلك وجهت اهتمامها للعنصر البشري وحرصت على توفير الفرص الواعدة أمام أبناء الوطن لتمكينهم من علوم العصر ومهاراته لتكون زاجهم في مسيرة بناء الحاضر المزدهر والمستقبل المشرقي للوطن ولفت اسموه إلى أن التعليم ركيزة أساسية للتنمية ومتطلب أساسي لبلوغ الغاية وصولا لما يعقب النجاح وهو الإنجاز المتميز والريادة بما يحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى جاء ذلك لدى تشريف اسموه حفظه الله يوم أمس اللقاء المفتوح الذي تم تنظيمه لخرجي برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية منذ انطلاقته عام 1999 وذلك بمناسبة الاحتفال بليوبي للفضي لانطلاق البرنامج بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين حيث رحب اسموه بالجميع وقال اسموه إننا إذ نحتفل اليوم بمرور 25 عاما على انطلاق برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية فإننا نعتز ونفتخر بالنجاحات التي حققها خريجي والبرنامج من خلال عملهم في القطاعين العام والخاص وأكد اسموه أن كافة المبادرات المتعلقة بالاستثمار في العنصر البشري تستهدف في المقام الأول خلق جيل مبتكر ومبدع واثق بقدراته على المساهمة في تحقيق كل ما هو متميز في كافة المجالات ورفض الإنجازات الوطنية التي تحققت بسواعد أبناء البحرين الذين نروا في شغافهم التميز وإصرارهم على الإنجاز الضمانة الحقيقية التي تمكننا من تحويل أي تحدي لقصة نجاح لافتا سموه إلى أن الاستثمار الناجح والأمثل في الاستثمار هو الاستثمار في العنصر البشري والشواهد نجاح مملكة البحرين في ذلك كثيرة وفي كل قطاع نفخر بأن كل نجاح وإنجاز وطني يتحقق إنما يتحقق بفضل أبناء الوطن من فريق البحرين والذي يمثل ذخرنا للحاضر وضمانتنا للمستقبل وأشهد سموه بما شهده برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية من تطور مستمر على مدار 25 عاما من مسيرته بفضل الجهود الموفقة للقائمين عليه وسعيهم المستمر لدعم الطلبة لبلغ أهدافهم التعليمية كما وجه سموه تحية شكر لمؤسسات القطاع الخاص التي آمنت بهذا البرنامج ودعمته منذ انطلاقته ولتزال ليشكل تعاونها صورة جميلة تضاف لجملة النجاحات التي تحققت بالتعاون بين القطاعين العام والخاص موجه سموه القائمين على برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية لمصارة أفاق التطوير في البرنامج لضمان استمراريته في تحقيق الأهداف المرجوة منه وأتجدر الإشارة إلى أنه تم ابتعاث طلاب برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية للدراسة في جامعات عالمية مرموقة في تسع دول مختلفة حول العالم حيث درس الطلاب المبتعثون في تسع وستين مؤسسة للتعليم العالي فيما حصل خريجو البرنامج على وظائف نوعية في مائة وأحدى واربعين مؤسسة عالمية ومنذ تدشين برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية تم تقديم مائتين وستين واربعين منحة وقد رفع خريجو برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية أسماء آيات الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما وجدوه من سموه من دعم وأسناد وعلى ما يبديه سموه من حرص متواصل على دعم الكوادر الوطنية وتهيئة الفرص الواعدة أمامها ترجمة نانسي قنقر